مرحبا بكم الجديد في هذه المساحة التي نخصصها لأبرز المقالات والتحليلات التي وردت في صحافة العالمية بشأن تطورات الوضع في أفغانستان ونرحب أولا بصحافية نادية أبو المجد التي انضمت إليها معي هنا في الستوديو أهلا وسهلا بك أهلا بك ونبدأ جولتنا في الصحافة العالمية من صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي كتبت تحت عنوان المأساة الأحدث في كابل حيث وصفت الصحيفة الهجومة الذي أدى إلى مقتل جنود أمريكيين بأنه عمل إرهابي شنيع واعتبرت أن تعاهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتقام من المنفذين أمر مهم والتفاصيل الأكثر معك نادية تفضلي يعني طبعا يعني زي ما بيقولوا لا صوت يعني يضغى على صوت أخبار أفغانستان عموما وبعد تفجيرات الأمس خصوصا في الصحافة العالمية والأمريكية على وجه الخصوص يعني يبدو من هذه الافتتاحية أنها تتحدث عنها أن الكارثة الأخيرة في أفغانستان يعني ليتست مش الأخيرة آخر واحدة تحدث إنما آخر ما حدث في أفغانستان وهي تتوقع أنه ربما يحدث ما أسمته كوارث أخرى لكن هذه الافتتاحية تدافع عن بايدن ضد ما أسمته كثير من المحللين المخادعين والجمهورين الذين انتهزوا فرصة التفجيرات بالأمس للهجوم على الرئيس بايدن وإدارته فهي في محل دفاعها عن بايدن بتقول أنه كان لابد من الانسحاب وهو حاول أن يتفادى حدوث مثل هذه الهجمات لكنها لا يستطيع منعها تماما لكنه لو بقيت القوات الأمريكية في أفغانستان فستكون هدفا لمزيد من هذه الهجمات فهي بالتالي ترى أنه فعل الشيء الصحيح رغم طبعا أنه الخسارة كبيرة مقتل 13 من الجنود الأمريكيين وجرح عدد أكبر من ذلك وهو يقال أن هذا هو العدد الأكبر الذي يتم استهداف قوات أمريكية منذ عام 2011 نتحول كذلك إلى صحيفة The Atlantic وهذا المقال الكاتب بيتر نيكولاس تحت عنوان من يتحمل اللوم الكاتب حمل تنظيم الدولة المسئولية عن ما جرى لكنه تساءل أيضا هل تقع المسئولية كذلك على الإدارة الأمريكية ويبدو بأن هذا السؤال ليس فقط على لسان صاحب المقال ولكن أيضا يتردد كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية طبيعيا سؤال منطقي وطبيعي خصوصا بعد تفجيرات الأمس هو بدأ هذا المقال بأن الأصابع الاتهام تشير فيه جميع الاتجاهات من الذي يجب أن يلام خصوصا على تفجيرات الأمس وكما قلت طبعا هو تنظيم الدولة اللي هو ولاية خرسان اللي هي أعلنت مسئوليتها بالفعل عنه لكنه لا ينفي المسئولية عن بايدن وإدارته وهو يقسم المسئولية إلى قسمين قسم تقني تكنيكل وقسم سياسي فكرة أنه كان هناك خلل في فكرة السرعة التي تم بها السقوط كابل في أيدي طالبان وكل الفوضى التي استدبعتها وفكرة أنه هناك خلل في المعلومات المخابراتية وأيضا في القرار السياسي هو يقول أنه من معرفة ناس ببايدن هو بيعتبر أنه هو شخص عنيد وهو عندهم ميل أنه لا يريد أن يسمع ما هو ضد رغبته فربما يكون هذا خلل آخر فبذلك هو لا ينفي عنه المسئولية السياسية وهذا طبيعي زي ما شوفنا مثلا الفتتاحية السابقة تدافع عن بايدن هو الآن يقول أنه لا نظام بايدن يتحمل المسئولية حتى لو كان قرار الانسحاب كان تم توقيعه من ترامب وكان مفهود أنه يتم في مايو من هذا العام لكنه تم تأجيله ثلاثة أشهر لكن هذا لا يعفي بايدن من هذه المسئولية وخاصة أيضا في ظل وقوة هذا العدد من الضحايا من الجانب الأمريكي نعم وإلى صحيفة بوليتيكو الأمريكية التي اعتبرت يوم الهجوم على مطار كابل والذي أوقع عشرات القتلى والجرحة أكثر الأيام سوادا في رئاسة جو بايدن ما هي الحيثيات التي جعلت صحيفة تخلص بهذه النتيجة يعني هي تحدث مع عدد من المسئولين في البيت الأبيض وطبعا هناك إجماع في عدد من المقالات التي تحدث عن أن هذا هو أصعب يوم في حياة بايدن الرئاسية في خلال 8 أشهر الماضية هناك تقرير آخر يتحدث عن الهورور والسادنس الرعب والحزن الذي عمى البيت الأبيض كان هناك كثير من البكاء كثير من اللخبطة حيث ترد الأمور كيف سيتم التعامل مع هذه المعلومات بالنسبة لمتى يعقد المؤتمر الصحفي متى تحدث بايدن من الذي مفروض أنه يتحدث يعطيها الأولوية لوزارة الدفاع والجانب العسكري للتحدث كما رأينا أن المؤتمر الصحفي المتحدثة باسم البيت الأبيض كان بعد بايدن فكان هناك كثير من كان يوم صعب بالتأكيد صعب على بايدن وصعب على إدارته لأنه هذا أول امتحان حقيقي لهم ويقولوا أنه كمان هناك بعد عاطفي بالنسبة لبايدن لأنه كان عنده ابن خدم في العراق وهو مات بعد ذلك بالسرطان لكن فكرة أنه قريب الصلة يعرف معنى فقدان الابن فهذا مما زاد الضغط على بايدن بالأمس ورأيناه باكيا طبعا وفي قراءة أيضا في صحيفة بلومبرغ تناولت مستجدات الأوضاع في أفغانستان وكتبت تحت عنوان بعدما كانوا أعداء الولايات المتحدة وطالبان يجدان أرضية مشتركة ضد تنظيم الدولة على قاعدة عدو عدو صديقي بالضبط هو يقول أنه يمثل وضع محرك بالنسبة للطرفين لكن الحقيقة هو هذا الذي يحدث الآن أنه بعد حرب دامت عشرين عاما هم لوقتي عندهم عدو مشترك وهو تنظيم الدولة وهو ولاية خراسان وكما تحدث بايدن بالأمس فيه أثناء خطابه فكرة الموضوع ليس أنه هناك ثقة من الإدارة الأمريكية فيه طالبان لكن هناك مصالح مشتركة بينهم طبعا رغم أنه الوضع محرج لكن هناك فعلا مصالح مشتركة لأنه طالبان تعهدت في الاتفاق التي تم على أساسها اتخاذ قرار اللي انسحاب من أيام ترامب أنها لن تسمح بأن تعود أفغانستان لتكون منصة لهجمات إرهابية أو للتخطيط لهجمات إرهابية كما حدث في سبتمبر فيه 11 سبتمبر 2001 وطالبان مفروض أنها حريصة على التزام بذلك لكن هذا أول امتحان لها أنه من ولاية خرسان أنها بتهدد أنه يرجع تاني يكون فيه مثل هذه الهجمات فهي طالبان حريصة على أن لا تسمح بذلك لكن في نفس الوقت وضعها محرج أنه إذا بدت أنها قريبة أو متعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما يؤدي ذلك لمزيد من الانشقاقات في صففها وبعض الذي يختار أن ينضم لمثل هذه المنظمات الإرهابية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بعد محاربة طالبان أنها تساعدها فهذا وضع محرج لكن كما قلنا أو كما قلت عدو عدو صديقي صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت مقالة للكانتبة كلير باركر صلتت خلاله الضوء على تنظيم الدولة المقال جاء بعنوان ما هو تنظيم الدولة ولاية خراسان وماذا تعني سيطرة طالبان على أفغانستان بالنسبة له الجواب عندك نادية يعني طبعا هو مهم لأنه فجأة ظهر بشدة اسم تنظيم الدولة اللي هو فارع ولاية خراسان هي مفروض أن هي أيضا امتداد لتنظيم الدولة في العراق وسوريا وهي بدأت العمل في أفغانستان وباكستان في 2015 وهي يعني مكونة من ميليشيا من باكستان وأيضا بعض المقسم والذين تركوا طالبان وهي يعني لا تمتلك أراضي لكنها متخصصة في مثل هذه الهجمات شنت العديد من الهجمات في خلال هذه السنوات الماضية في أفغانستان وباكستان وتم التعرض لها من القوات الأمريكية يعني كان هناك العديد من الضربات قتلت كثير من قيادتها إلا أنها يعني وفقا لتقديرات استخباراتية أنه ما زال عندها من 1500 لـ 2200 مقاتل هما يعني لا يشكلوا تهديدا خطيرا هما ليسوا القاعدة مثلما كانت القاعدة في عام 2001 لكنهم خطورتهم في أنهم يقوموا بمثل هذه الهجمات كما رأينا في تفجيري الأمس نتحول إلى صحيفة The Economist التي تناولت عمليات الإجلاء الجارية من مطار كابل وكتبت تحت عنوان كيف ستبدو نهاية عمليات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان ووصفت الصحيفة الساعات الأخيرة بأنها ستكون يائسة وخطيرة لماذا سوف تكون يائسة وخطيرة؟ لأنه يعني كأنه اللي كانوا خايفين منه نظريا حدث يعني كان دايما فيه كلام الخوف أنه تحدث عمليات إرهابية تستهدف قبل إتمام الإجلاء اللي هو بقى عليه يعني خمس تيام أربع تيام إلى 31 أغسطس لكن بعد عدد من التحذيرات ما كان التخوف منه حدث بالفعل كان البعض يتخوف من طالبان لكن إلى الآن طالبان ملتزمة وهي لم تقم بهذا الهجوم فالآن ستبدو أكتر المخاطر أنه ربما وما زالت هناك التقرير الاستخباراتية تقول أنه ربما تحدث هجامات أخرى في الأيام القادمة فبالتالي الخطورة تزداد وأيضا أنه يائسة لأنه عدد أكبر من سواء أفغان وما زال هناك حوالي ألف أمريكي في أفغانستان يريدون الخروج وهناك العديد من الأفغان حتى رغم ما حدث في المطار ما زالوا أيضا يريدون الخروج فلذلك ربما في ظل تواجد عدد كبير أو استهدافات أكثر فلذلك تبدو الساعات والأيام القرية القادمة أكثر خطورة في ظل أنه رأينا الفوضى التي تمت من أول ما بدأت هذه من بعد عودة طالبان لكن فكرة كل الفوضى التي انتابت لمحاولات الإجلاء منذ ذلك الوقت زادت بعد ما حدث وفي ظل هذه المخاوف وهناك عدد من الدول أصبحت أيضا لا تشارك في الإجلاء فبالتالي الساعات القرية القادمة خطيرة وهناك كثير من المخاوف حتى يتم هذا الإجلاء اللي هو مفروض أنه ينتهي في 31 أغسطس لكن بايدن قال إنه لو هناك المزيد من الأمريكيين يريدون الإجلاء ولم يتم إجلاءهم إلى هذا الوقت سيتم حول إجلاءهم فلذلك الساعات القادمة خطيرة وحرجة شكرا جزيلا لك يا صحافيانادي أبو المجد على هذه الجولة التي وضعتنا فيها في أهم مجاء في المقالات حول أفغانستان في نهاية المسائية نشكركم على طيب المتابعة نلقاكم غدا بمشيئة الله في مسائية جديدة أحمد الله وبركاته